بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبيه المحمد صلى الله عليه وسلم نتحدث اليوم عن الخصائص الخاصة بالمعاكن سمعيا أول الخصائص والخصائص السلوكية والمجمع من الخصائص والصفات موجودة لدى المعاكن سمعيا وتختلف من فرض الآخر وباختلاف درجة الصعوبة السمعية يعني مش كل الخصائص السلوكية موجودة عند كل ذوي الأعاقة السمعية بصفة واحدة لا تختلف من معاكن سمعيا إلى آخر طيب إيه اللي بيميز بقى المعاكن سمعيا كمان بالخصائص الاجتماعية والنفسية ودي عندنا معظم المعاكن سمعيا بيميلون إلى العزلة مش عايز يشارك ويحب الألعاب الفردية مش عايز الألعاب الجماعية وكل ده بسبب أنه ما عندوش لغة يتواصل بها مع الآخرين طيب كمان ويحب الألعاب اللي عددها محدود في بعض الدراسات أشارت أن الأطفال الصمرة أكثر عوضة للضغوط النفسية والقلق وعندهم نوبات غضب يعني المعاكن سمعيا بيلاحظ عليهم في أحيان أنهم عندهم نوبات غضب يعني النوبات غضب غير طبيعية ومش لسبب معين وعندهم في بعض الأحيان أي عدوان جسدي يملون إلى العدوان الجسدي طيب بعض الباحثين قال أن المعاقين سمعيا أقل من أقانهم العاديين في درجة النتج الاجتماعي بحدود من 15 إلى 20% من النوص المتعب اللي بيعانوا من فقدان سمع بسيط بحدود 50 ديسبيل يحتاجون للتركيز لحديث الشخص الآخر طيب اللي عندهم فقدان سمع شديد بقى يملون إلى أقامة علاقاتهم الاجتماعية مع أمثالهم يعني يحبوا الناس اللي عندهم فقدان سمع شديد زيهم اللي بتعاملوا بالإشارة وهكذا ترجمة نانسي قنقر